إيه الحكاية؟ إننا مش عريض ننتقم ولا إيه? في ناس تربي أولادها على إن الانتقام ده صفة من صفات الرجولة الرجل هو اللي يعرف ينتقم من الأذى وأن الرجل هو اللي بياخد حقه بدراعه ولو هيظلم ولو هيئزي لكن الانتقام على فكرة مش جزء من الرجولة هو ممكن يكون أخذ الحق جزء من الرجولة بس الانتقام مش جزء من الرجولة والمنتقم على فكرة مش بطل يعني اللي يقولك إن الانتقم ده بطل ده بيدحك عليك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتقم لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاقب على انتهاك حرمات الله هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعاقب على انتهاك الحرمات زي ما روت السيدة عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله 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 إلا أن تنتهك حرمة الله